السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم اصدقائي معكم ايوب او يوبيا ولي متلتكم بمقطع جديد من لعبة جي تي اي سان اندرياس وفي هذا المقطع يا شباب سوف نقوم بسرقة سيارة لامبرغيني الخاصة بالشرطة فهيا لكي ننطلق بداية يا شباب رمضان مبارك كريم كل عام وأنتم بخير تقبض اللهم منا ومنكم السيام وسائر الأعمال أما بعد يا شباب دعوني لكي أريكم اين توجد هذه السيارة حسنا السيارة شباب كما ترون في الخريطة فهي موجودة في مركز الشرطة الخاص بلاس في القبو في الأسفل في القبوي شباب وأظن أن الحصول عليها سوف يكون أمرا صعبا صعبا جدا لذا افتح جمي جدا يا سلام فتحنا الحقيبة الطائرة والآن دعونا ننزل ثم ننطلق مباشرة يا شباب إلى مركز الشرطة الخاص بلاس فينتورس لكي نسرق منهم سيارة اللامبرغيني الخاصة بالشرطة منهم يا شباب وأظن أن الأمر سوف يكون صعبا جدا يا شباب لأن الدخول إلى القبو أو إلى قبو مركز الشرطة فهو أمر أمر ممنوع يا شباب في حالات العادية فما بالكم وأن السيارة اللامبرغيني الخاصة بهم يا شباب وهي موجودة في القبو الآن فالشرطة الآن سوف تقوم بقتلنا لا محالة فهذا أمر طبيعي جدا يا شباب عموما أتمنى منكم ألا تحرمونا من زر لايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين قموا بدافع زر التنبيهاتك كما تنبيكم كلما نزلتم مقطع جديد أوكي وها نحن لقد وصلنا أخيرا إلى مركز الشرطة لكنني سوف أدخل رغما عن أنفهم يا شباب رأيتم يا شباب لم يهاجمني أبدا عندما كنت في الخارج لكن عندما دخل قام بمهاجمتي حسنا دعوني أقتله رائع ثم سوف أخذ سلاحه يا شباب مبتاز دعوني أخذ سلاحه ثم ننطلق للاسفل حسبتوا بأن المكان سوف يكون مشدد الحراسة يا شباب لكن كما ترون في المدخل لوحده يوجد وصلت على نجمة كما أخبرتكم فإن المكان ليس محروسا جيدا يا شباب ففي البداية يا شباب عندما سمعتوا بأن سيارة لمبرغيني موجودة هنا حسبتوا بأن المكان سوف يكون مشدد سوف تكون عليه حراسة مشددة جدا يا شباب لكن كما ترون الحراسة هنا قليلون جدا وكما أنني اعتقدت بأنني بمجرد أن أدخل فقط إلى المكان فسوف أحصل على الكثير من النجوم وأخيرا يا شباب وصلنا إلى سيارة لمبرغيني الخاصة بالشرطة يا شباب على هذه السيارة لكن سوف أقوم بسرقتها منهم لا 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 ضهرت ضهرت الشرطة سوف يقومون بتفجيرها إن لم أنزل يا شباب حسنون سوف أقوم بقتل هؤلاء هداني بالأول ممتاز يا سلام قتلتهم وحصلت على النجمة دعوني الآن لكي أدخل إلى السيارة ممتاز حصلت على أربعة نجوم يا شباب وكذلك السرطة تقوم بمطاردة ممتاز قتلتهم والله كادوا يفجرون السيارة يا شباب حسنا دعوني أتوجه من هنا دعوني أتوجه من هنا ممتاز يا سلام أخيرا سرقنا أخيرا استطعنا سرقة سيارة لمبرغيني الخاصة بالشرطة وهربنا منهم بسهولة حسنا دعوني الآن لكي أتبع تشيك بوينت هذا يا شباب لكي نرى إلى أين سوف تقوم بأخذنا يا شباب مع أنني لسوا متأكدا إلى أين سوف نذهب يا سلام الشرطة لا تلاحقون أبدا طبعا لن يستطيعوا يا شباب بل لحق بي لأن هذه السيارة أسرع سيارة في العالم فمستحيل أن تقوم أوه ممتاز حصلنا على نجمتين فقط يا شباب وأتعرفون يا شباب إن خرجوا للقطار يا شباب في هذه اللحظة والله سوف يدمرون شر تدمير حسنا أخيرا يا شباب وهذه أول مرة صراحة أدخل ذلك النفق حسنا يا شباب كما ترمنا قد استطعنا الحصول على سيارة لامبرغيني لكن لكن لم نستطع التخلص من رجال الشرطة يا شباب ما زلنا مطاردين يا شباب لكن هذا لا يهم أبدا بما أن سيارة لامبرغيني معي يا شباب والتي تعتبر أسرع سيارة في العالم فمن المستحيل من سبع المستحيلات يا شباب أن تقوم أي سيارة ولا سيارة الشرطة أيضا يا شباب بالقبض عليه لأن اوه ابتعد من أمامي والله دا ضربتهم بالغلط فمن سبع المستحيلات أن تقوم سيارة الشرطة ولا أي سيارة بالقبض عليه يا شباب لأن هذه السيارة تعتبر أسرع سيارة في العالم يا سلام عليك والله إنها سريعة جدا شوفوا ماي هل ترون كم من سيارة قمت بإجتيازها إلى الآن يا شباب حتى أن السيارة الشرطة غير موجودة في الطريق يا سلام عليك شوفوا شوفوا السرعة شوفوا السرعة الخرافية يا سلام لا أعرف صراحة كيف أقوم بإظهار الطابلون يا شباب لكن سوف أرى إن كان موجودا هنا نعم يا شباب هذا هو سبيد متر يا شباب هذا هو والآن سوف أقيس السرعة لنرى الآن ما هي أقصى سرعة تستطيع الوصول إليها سيارة اللمبرغيني هذه 150 150 أوكي ممتاز أظن بأنها 156 كيلو مترا في الساعة يا شباب حسنا ليست سرعة كبيرة كبيرة جدا إلا أن السيارة تبقى سريعة جدا يا سلام عليك ولا أعرف صراحة إن كان لدي غراج خاص بشباب في لس فينتورس حتى أقوم بأخذ إليه سيارة يا شباب لكن كما ترون أوه لا أصدق ليس عندي غراج أبدا هنا يا شباب أظن إلا ربما قد يكون لدي شباب في المطار القادم من يدري إن قمت بشرائه طبعا وعموما يا شباب حتى لا أطول عليكم هذا المقطع أتمنى أتمنى أن يجبكم هذا المقطع وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك دعوني أوزيل هذه النجوم بالأول يا شباب حسنا هكذا الآن قمت بإزالة نجوم الشرطة والآن سوف أأخذ السيارة بالقرب من الكازينو الخاص بووزي وكذلك سي جاي ممتاز يا شباب هذه صيارتنا التي قمنا بسرقتها يا سلام شوفوا معي شكلها الرهيب شوفوا معي انظروا معي والله شكلها خرافي خرافي جدا 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 صراحة مثل ما أخبرتكم لا أعرف كيف استطاعت الشرطة الحصول على هذه السيارة لكن صراحة لكنها سيارة خرافية جدا حسنا دعوني أركنها في هذا المكان أوكي ممتاز وهنا قد نكون وصلنا إلى نهاية المقطع فأتمنى أتمنى أن يجبكم هذا المقطع وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة إلا أن تكونوا مشتركين وقم بتفعيل زر التنبيهات كما تنبيكم كلما نزلتم مقطع جديد وانشروا المقطع مع أصدقائكم أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله كان معكم أيب أويوبي مع السلامة